سنكمل الجزء الثاني من مكثف الوراثة وتأثيراتها وصلنا عند تغير عدد الكروميسومات تغير عدد الكروميسومات بسبب عدم انفصال الكروميسومات المتماثلة أو الكروماتي ذات الشقيقة في أثناء انقسام المنصف الأول في أثناء انقسام المنصف طبعا الأول والثاني وينتج عن هاي الطفرات جاميتات ان زائد واحد أو ان ناقص واحد وحكينا الان اللي هي 23 زائد كروميسوم بيصير عدد الكروميسومات في الجاميت الواحد 24 كروميسوم أو ان زائد واحد اللي هي 23 سوري ناقص واحد فبينتج عندي جاميتات تحتوي على 22 كروميسوم بدل 23 هلا بدنا نعرف كيف يعني عدم انفصال الكروميسومات المتماثلة أو الكروماتي ذات الشقيقة فعليا أنا بعرف انه الانقسام المنصف يحدث على مرحلتين منصف أول منصف أول ويتم فيه تنصيف عدد الكروميسومات ومنصف ثاني يتم فيه تنصيف عدد الكروميسومات هلا لو طلعنا للوضع الطبيعي للانقسام المنصف في الوضع الطبيعي بدون حدوث طفرات لو كان عندي أنا خلية هاي الخليلة بنفترض انه فيها زوجين من الكروميسومات يعني عدد الكروميسومات الكلي أربع كروميسومات اللي هي توئن أربع كروميسومات قبل أي انقسام كلنا منعرف انه هاي الكروميسومات تتضاعف فهي الكروميسومات متضاعفة الانقسام المنصف الأول الأول زي ما حكينا تنصيف عدد الكروموسومات ينقسم أزواج الكروموسومات المتماثلة تمام؟ المتماثلة هذا الكروموسوم الزوج رقم 1 كروموسومين متماثلين وكروموسومين متماثلين تمام؟ ينقسم كل الكروموسومين في خلية هذا الكروموسوم هون هاي والكروموسوم التاني المماثل له في خلية تانية الكرومسوم الثاني الزوج الثاني واحد بيجي هون هاي والتاني هاد بيجي هون هاي إذن صار عندي تنصيف لعدد الكرومسومات هاي 1N وهاي 1N لكن الكرومسومات لسه على شكل كروماتيدات معناته لازم يصير عندي انقسام ونصف ثاني اللي هو تنصيف اللي هو تنصيف الكروماتيدات إذن بنتج عندي خلايا أربع خلايا هاي خليتين كروماتيد بيجي هون والكروماتيد الثاني هون كروماتيد بيجي هون والكروماتيد الثاني هون تمام بالمقابل الكروماتيدات اللي هون تنقسم نفس الإشي هاي كروماتيد وهون في عندي كروماتيد وهون في عندي كروماتيد وهون في عندي كروماتيد لاحظ أنا عندي أزواج الكروماتيدات انفصلوا هاي كروماتيد والكروماتيد الثاني وهدول الكروماتيدين هاي كروماتيد وهي كروماتيد الثاني وبعدين هاي عندي كروماتيد والكروماتيد الثاني وكروماتيد والكروماتيد الثاني صار عندي أربع خلايا وحديث المجموعة الكروماسومية إن وهذا الوضع الطبيعي الصحيح لأنه الأربع كروماسومات هدولة اللي بالأول لازم نقسمه في خلايا كل خلية فيها كروماسومين وكلنا بنعرف أنه الانقسام المنصفين تجعل أنه أربع جاميتات وحادية المجموعة الكروموسومية طبعاً برد الكروموسومات طبعاً بتضاعفه لأنه أصلاً الكروموسوم بيوجد دائماً على شكل كروماتيدان شقيقان تمام لاحظ المنصف الأول هو عملية تنصيف الكروموسومات كان عندي أربع كروموسومات تمام صار عندي فيه كل خلية كروموسومين هاي اثنين وهاي اثنين تمام تنصيف الكروموسومات هلا الانقسام المنصف الثاني تنصيف الكروماتيدات هاي الكروماتيدات انقسموا عن بعض كل كروماتيد في خلية وبالتالي نتج عندي أربع خلايا تحتوي على وان ان وان ان وان ان في كل خلية أو جاميتات وحادية المجموعة الكروموسومية هذا الوضع الطبيعي للانقسام المنصف هلا في حال حدوث طفرات أثناء الانقسام المنصف قد تحدث الطفرات أثناء الانقسام المنصف الأول نتيجة عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة أو أحد الكروموسومات المتماثلة واحد منهم ما بينقسمش أو أكثر فلو يجينا نشوف في حال حدوث طفرات هاي الخلية فيها أربع كروموسومات كل الكروموسوم عبارة عن كروماتيدان تمام هلا يحدث نتيجة الطفرات اللي عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات لو فرضنا أنه هدول الكروموسومين ما انفصلوش ضلوا مع بعض هيك فرح ينتج عندي هاي هدول الكروموسومات الثلاث رح يجو في خلية هاي هم واحد تنين ثلاث على شكل كروماتيدان شقيقين وهي عندي خلية فيها الكروموسوم على شكل كروماتيدان هلأ بنكمل الانقسام المنصف الثاني تمام اللي هي تنصيف الكروماتيدات هلأ لاحظ أنا عندي هون كروماتيد وهون كروماتيد هاي هدولة أول كروماتيدين بعدين الكروماتيدين اللي بعديهم هاي كروماتيد وهي كروماتيد بعدين الكروماتيدين اللي بعديهم هاي كروماتيد وهاي كروماتيد هلأ الخلية اللي التانية بيكون عندي هون هاي كروماتيد وهاي كروماتيد لاحظ نتج عندي أربع خلايا أو أربع جاميتات تمام المفروض تكون هون عندي ان يعني فيها كروموسومين زي ما عملنا في الوضع الطبيعي لكن صار عندي هون ان زائد واحد تمام وهون صار عندي ان برضو زائد واحد هون عندي ان ناقص واحد وهون عندي ان ناقص واحد هلا ان زائد واحد يعني خلية او جاميت يحتوي على اربع وعشرين كروموسوم بدل تلاتة وعشرين وهون عندي اربع وعشرين كروموسوم بدل تلاتة وعشرين هون عندي اتنين وعشرين بدل تلاتة وعشرين هون عندي اتنين وعشرين بدل تلاتة وعشرين هذا الجاميت اللي 24 كروموسوم لو خصب جاميت آخر فيه 23 كروموسوم رح ينتج عندي فرد جديد يحتوي في خلايا 47 كروموسوم بدل ما هنه 46 كروموسوم اللي هو العدد الطبيعي للكائن الحي الطبيعي اللي هنه 46 كروموسوم بطل عندي 46 كروموسوم صار عندي 47 كروموسوم نتيجة طفرة كروموسومية تمام؟ سببها عدم انفصال أحد أزواج للكروموسومات في الانقسام المنصف الأول تمام؟ لو لاحظنا إذا حدثت الطفرة في الانقسام المنصف الأول ينتج عندي جاميتات جميعها غير طبيعية جاميتات جميعها إذا حدثت الطفرة في الانقسام المنصف الأول سببها عدم انفصال أحد أزواج للكروموسومات تمام؟ عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات في الانقسام الموصف الأول وينتج عنها جاميتات جميعها غير طبيعية طيب لو أنا أجيت أجي أشوف إذا حدثت في الانقسام الموصف الثاني اللي هو عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة كيف بيكون تأثير هذه الطفلة يعني لو أجيت أنا حكيت هاي الخلية فيها أربع كروموسومات تمام؟ هاي الأربع كروموسومات على شكل كروماتيدات شقيقة تمام؟ هلأ انقسام المنصف الأول تنصيف تنصيف لا الكروموسومات المنصف الأول صار عندي تنصيف طبيعي تمام؟ هاي عندي كروموسوم هاي هاي أول واحد هاي على شكل كروماتيدان والكروموسوم الثاني هاي على شكل كروماتيدان تمام؟ هلأ الكروموسوم الثاني هاي كروماتيدان وهي الكروموسوم الشقيق له في خلية الخلية الثانية على الشكل كروماتيدان في المنصف الاول صار تنصيفها الكروموسومات بشكل طبيعي هاي كروموسوم هاي كروموسوم هاي وهاي كروموسوم الزوجة الثانية الزوج هاي كروموسوم وهاي كروموسوم اذا ازواج الكروموسومات مفصلت بشكل طبيعي نكمل في المنصف الثاني احنا حكينا ان المنصف الثاني تنصيف للكروماتيدات تمام اذا لازم في المرحلة هاي ينفصلوا الكروماتيدات تمام عشان ينتج عندي اربع جاميتات طبيعي لكن في حال عدم انفصال احد ازواج الكروماتيدات هدول الكروماتيدين هدول الكروماتيدين ما انفصلوش بنفصلوا هدول مثلا تمام لاحظ هدول الكروماتيدين اللي انفصلوا هاي واحد هون وهي واحد هون في حين الكروماتيدين هدول اللي ما انفصلوش بيجوا هون تمام هلا الخلية هاي رح تنقسم بشكل طبيعي هاي عندي كروماتيد هون كروماتيد هون الكروماتيدين هتنين الزوج هذا هاي كروماتيد وهاي كروماتيد لاحظ متاج عندي أربع جاميتات بدل ما كان تنين 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 يعني نص الأربعة هلا بملاحظ في الانقسام المصف الثاني بينتج عندي جاميتات نصفها غير طبيعي اللي هي N ناقص واحد N زائد واحد ونصف الآخر N N جاميتات طبيعية عشان هيك بيكون تأثير الطفرة التي تحدث في انقسام المنصف الأول أكبر من الطفرة إذا حدثت في انقسام المنصف الثاني ليه لأنه في المنصف الأول يبدو الجاميتات جميعها غير طبيعية طب هلأ لو انرجعنا للكتاب منلاحظ كيف تيجي أسئلة على هذا الكلام ممكن يجي بالرسم هاي ويقول لك في اي مراحل انقسام المنصف حدثت هاي الطفرة بطل على الجاميتات الجاميتات كانت كلها غير طبيعية بعرف انه هاي طفرة حدثت في انقسام المنصف الأول سببها عدم انفصال احد ازواج الكروموسومات المتماثلة في حين لو كان عندي هون مثلا الجاميتات نصفها طبيعي والنصف الآخر غير طبيعي سببها عدم انفصال احد ازواج الكروماتيدات الشقيقة في اثناء الانقسام المنصف الثاني تمام طبعا في عندي اختلالات هون بالكتاب اختلالات ناتج عن وراثية طبعا هاي الاختلالات الوراثية تقسم الى اختلالات ناتج عن طفرات جينية وحنا حكينا الطفرة الجينية اللي هي عبارة عن حدوث خلل في جين معين هذا الجين يكون نقطة على الكروموسوم فالطفرات الجينية التي من الامثل على الطفرات الجينية التلايو في الكيسي وفين الكيتونيوريا ونزف الدم التلايو في الكيسي ضروري نعرف سبب هذا المرض او سبب حدوث التلايو في الكيسي طفرة في جين على الكروموسوم رقم سبعة يعني لو سألني عن موقع حدوث الطفرة موقع حدوث الطفرة على الزوج الكروموسومي رقم سبعة على الزوج الكروموسومي رقم سبعة او سبب حدوث التلايو في الكيسي طفرة في جين على الزوج الكروموسومي رقم سبعة في حين في الكيتونيوريا هو عبارة عن اختلال سببه طفرة في جين يقع على الزوج الكروموسومي رقم اطناش يعني الجين اللي موجود على رقم 12 صار فيه طفرة نتج عنه بروتين خاطئ أدى إلى حدوث مرض اسمه فينيلكيتون يوريا اللي هو اختلال وراثي كمان نصف الدم اللي هو نصف الدم النعور برضو سببه طفرة في جين يقع على الكروموسوم الجنسي X طبعا كنا بنعرف أنه نصف الدم هو عبارة عن طفرة أو اختلال وراثي بسبب جين موقعه على الكروموسوم الجنسي X هلأ هاي بالنسبة لمواقع حدوث الطفرات الجينية تمام طبعا من الاختلال والأعراض ضروري أعرف شو أعراض التلايف في الكيسي الصعوبة في التنفس والهضم علل يعاني مريض التلايف في الكيسي بصعوبة بالتنفس والهضم وذلك بسبب وجود مخاط كثيف لزش جدا في الرئتين والقناة الهضمية وأعضاء أخرى تمام هلأ فين الكيتون يوريا الأعراض تاعته أول إشي حدوث خلل في أيض الحمض الأميني فين الألنين في جسم الشخص الذي يعاني من هذا الاختلال تمام إذن بيكون عنده من الأعراض حدوث خلل سبب هذا الخلل وجود طفرة في جين يقع على الكروموسوم رقم 12 تمام هلأ في حال لم يخضع العلاج له خضوع الشخص لنظام غذائي خالي من الفلين الألنين يعني لو سألني عن العلاج بقول له خضوع الشخص لنظام غذائي خالي من فين الألنين أو يحتوي على كميات قليلة منه إذا تراكم هذا الحمض الأميني في دمه يسبب تراجعا في قدراته العقلية ممكن يقول لي علل يعاني مريض فين الكيتون يوريا من تراجع في القدرات العقلية بقول بسبب تراكم الحمض الأميني فين الألنين نتيجة طفرة في جين يقع على الكروموسوم رقم 12 بتمنى تكتبوا الملاحظات اللي أنا بحكيها هلأ نيجي لنصف الدم اللي هو الناعور نصف الدم طبعا أعراض استمرار نصف الدم الذي يكون إما تلقائي يعني مباشر تلقائي بيصير عندهم نصف دم أو نتيجة عملية جراحية سبب هذا النصف التلقائي أو نتيجة عملية جراحية وجود خلل في إنتاج عامل التخثر بسبب طفرة جينية تقع على الكروموسوم الجنسي بسبب تغير عدد الكروموسومات الجسمية الكروموسومات هنا المقصود بتغير عدد الكروموسومات الجسمية يعني أنا أثناء الانقسام المنصف أنا عندي الكروموسومات 23 زوج تمام الآن 23 زوج هدول هاي هم من الزوج رقم 1 لعند الزوج رقم 23 مثلا XX أو XY تمام أحيانا عدم الانقسام يكون يعني في أحد الكروموسومات الجسمية يعني مثلا هذا الكروموسوم منقسمش وباقي الكروموسومات منقسمه بشكل طبيعي فهذا الكروموسوم تمام بيصير فيه زيادة فيه يؤدي إلى زيادة أو خلل بنسميه طفرة سببها زيادة على الكروموسومات الجسمية تمام ومن الاختلالات الناتجة عن تغير الكروموسومات الجسمية متلازمة داون متلازمة داون ومتلازمة بتاو تمام؟ هلأ متلازمة داون هدول الناس عندهم زيادة في عدد الكروموسومات عدد الكروموسوماتهم الجسمية 47 بدل 46 أو عدد الكروموسومات الكلي لأقول لهم عدد الكروموسومات الكلي في القلية بدل 46-47 السبب في ذلك إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم 21 أنا بعرف أنه رقم 21 كروموسوم جسمي إذن هدول الناس عندهم زيادة في إضافة الكروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم 21 الأعراض قدرات عقلية محدودة ملامح وجه مختلفة عن الوجه الطبيعي انتناء في الجفن العلوي قامة قصيرة ممتلئة مشكلات في القلب لدى بعض الأشخاص ممكن يجب لك أذكر ثلاثة من أعراض متلازمة داون أو ممكن يسألك أذكر التغير في عدد الكروموسومات التغير في عدد الكروموسومات شو التغير اللي صار عندهم يعني صار عندهم إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم 21 أو ممكن يسألك عدد الكروموسومات الكل لهم 47 كروموسوم هدول الناس اللي عندهم اختلالات في الكروموسومات الجسمية الطراز الكروموسومي لهم الطراز الكروموسومي ما قلش الجنسي ولا الجسمي الطراز الكروموسومي بشكل عام بنعبر عنهم بـ 45 زائد مثلا XX للأنثى و 45 زائد XY للذكر لاحظ الكروموسومات الجسمية بدل ما كانوا 44 زائد 2 46 صار عندي 45 كروموسوم جسمي زائد 2 جنسي المجموع الكل بيصير 47 كروموسوم ليش 45 بسبب إضافة كروموسوم إلى الزوج رقم 21 تمام؟ نيجي للمتلازمة الثانية متلازمة بتاو ما التغير في عدد أو أذكر التغير في عدد الكروموسومات أو شو سبب متلازمة بتاو أو ليش الناس مصابين بهاي متلازمة بسبب إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم 13 وأنا بعرف رقم 13 كروموسوم جسمي ما احنا بنعرف من 1 لا 22 كروموسومات جسمية إذن إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم 13 العدد الكلي في الخلية لشخص مصاب أو عنده متلازمة بتاو 47 كروموسوم طرازه الكروموسومي 45 زائد XX للأنثى و45 زائد XY للذكر ليش 45 لأنه عندهم إضافة إضافة كروموسوم إلى الزوج رقم 13 اللي هو كروموسوم جسمي تمام؟ في عندي اختلالات ناتجة بسبب تغير عدد الكروموسومات الجنسية يعني اللي ما انقسم يعني هون مثلا لو اجيت لهذا في عندي 23 كروموسوم من رقم 1 لغاية الكروموسوم رقم الزوج رقم 23 الزوج رقم 1 الزوج رقم 2 الزوج رقم 3 لغاية الزوج رقم 23 هدول الناس بنقسم عندهم الكروموسومات الجسمية بشكل طبيعي جدا ما عدا الكروموسومات الجنسية بظلوا مع بعض وبالتالي ينتج عندي جاميتات مثلا لو انا اجيت لذكر طراز الكروموسوم الجنسي طبعا كنا بنعرف x y وهدول الكروموسومات الجسمية هلأ اثناء الانقسام المنصف قد لا ينفصل زوج الكروموسومات الجنسية فبنتج عندي جاميتين واحد في الكروموسومات الجسمية طبعا زائد x y وجامية خالي من الكروموسومات الجنسية طبعا بيحتوي على الكروموسومات الجسمية لكن الكروموسوم الجنسي مش موجود عشان هيك بنقول عنه جامية خالي من الكروموسومات الجنسية وان راح الكروموسوم الجنسي ضلوا مع الزوج الآخر وتكون عندي جاميتين جامية يحتوي على الكروموسومات الجنسية وجامية خالي من الكروموسومات الجنسية فهذا الجامية عبارة عن جامية في زيادة اللي هو n زائد واحد تمام؟ هلأ هذا الجامعة الـ XY لو خصب بويضة مثلا طبيعية فيها X بنتج عندي فر جديد XXY وهذا الحكي بنسميه متلازمة فلتر رح أعمل مخطط لهذا الكلام كالتالي فرضا لو كان عندي هذا الحكي كتير مهم لو كان عندي مثلا هاي خلية ذكرية أم فيها XY بالإضافة إلى 44 كروموسوم أنا بدي أنشن على الزوج الجنسي تمام؟ لأنه نحن بنحكي عن عدم انفصال أزواج الكروموسومات الجنسية ويؤدي إلى تغير في عدد الكروموسومات الجنسية لو صار عندي انقسام غير طبيعي انقسام غير طبيعي ينتج عن انقسام غير طبيعي هاي حيوان منوي يحتوي أو جامي الذكر يحتوي على الـ XY وجامي الذكري خالي من الكروموسومات الجنسية فقط تمام؟ لكن يحتوي على الجسمية وكان عندي بالمقابل بويضة هيها ماشي هاي البويضة انقسمت انقسام طبيعي وكونت لي سورة خلية انثوية 2N انقسمت انقسام طبيعي اعطتني جاميتات انثوية طبيعية فيها 1N 1N لو انا اجيت ازاوج هاي الجاميتات مع بعض بدأ اشوف الافراد الناتجة تمام هلا اكس مع او فاضي هذا خالي بيطلع عندي اكس او تمام وهاي عبارة عن انثى مصابة بمتلازمة اسمها متلازمة تيرنر تمام هاي انثى تيرنر هلا الاكس مع الاكس واي رح يعطيني اكس اكس واي وهاي متلازم اسمها طبعا هو ذكر ذكر مصاب بمتلازمة كلاين فلتر في حين الاكس هاي اكس او برضو انثى ثيرنر اكس اكس واي اكس اكس واي هذا ذكر كلاين فلتر فهدول كلاين فلتر لاحظ انا عندي هون هاي الانثى ناقص عندها كروموسوم ناقص عندها كروموسوم فبالاضافة لا في عندي 23 هون 22 كروموسوم جسمي الجنسي مش موجود 22 زائد 23 بطلع عندي 45 كروموسوم الكروموسوم فانت تيرنر عدد كروموسوماتها 45 لانه بسبب حذف الكروموسوم الجنسي اكس وهاي برضو مجموعة الكل 45 في حين كلاين فلتر عدد كروموسوماته 47 عدد كروموسوماتهم الكلي 47 وذلك بسبب إضافة الكروموسوم الجنسي X لأي لهم هدولة المصابين بمتلازمة كلين فلتر عندهم إضافة X كروموسوم جنسي زيادة فعدد الكروموسومات الكلي هو 47 هذا الحكي اللي ملخص عندي في هذا الجدول تمام إذن أنا عندي متلازمة تيرنر عدد الكروموسومات الكلي 45 كروموسوم تمام السبب أو مثلا تعاني الفتاة أو طرازها الكروموسوم أو عدد الكروموسومات أنثى تيرنر عدد الكروموسومات الكلي 45 علل وذلك بسبب حذف الكروموسوم الجنسي X فيصبح الطراز الكروموسومي لإلها XO تمام هلأ الإخوص في الاختلال أو أبرز الأعراض إنها أنثى عقيمة قصيرة عدم اكتمال النطج الجنسي إمكانية ظهور بعض علامات النطج الجنسي الثانوية في حال عدم خضوها في حال خضوها للعلاج أما متلازمة إكلان فلتر طبعا إكلان فلتر العدد الكلي 47 بدل 46 سبب ذلك إضافة الكروموسوم جنسي أو إضافة الكروموسوم الجنسي X فيصبح الطراز الكروموسومي الجنسي لهم XXY لاحظ عندهم زيادة X أو إضافة X إلى مجموعة الكروموسومية لهم هلأ العراض ووصف الاختلال ذكر طويل قام معدل ذكاؤه عادة أقل من معدل الطبيعي يعاني من صغر في حجم الأعضاء التناسلية وعدم اكتمال النطج الجنسي نرجع للطراز الكروموسومي لهذه الناس مثلا متلازمة تيرنر هي أنثى الطراز الكروموسومي لأنثى متلازمة تيرنر 44 زائد XO لاحظ الجسمي ما حدث عليه تغيير وين عندهم المشكلة في الكروموسومات الجنسية إذا تغير عدد الكروموسومات الجنسية عندها حذف الكروموسوم الجنسي X في حين كمان الكروموسومات الجسمية عددهم 44 ما حدث عليه تغيير في حين عندهم إضافة الكروموسوم الجنسي X عشان هيك الأربع واربعين هي كمان الكروموسوم 45, 46, 47 عدد الكروموسوماتهم الكلي هلأ كيف تستيجي الأسئلة على هذا الكلام ممكن يجب لك يعطيك أكتر من متلازمة مثلا نحط لك خلطة كلين فيلتر تيرنر داون تلايف كيسي نزف الدم ويحكي لك صنف الاختلالات التالية إلى اختلالات سببها طفرات جينية أو ناتج عن تغير في عدد الكروموسومات الجسمية أو الجنسية بدك تكون حافظهم وعارف عشاس إنه تصنفهم بالإضافة للعلل الدقائق اللي من بين الأسطور هاي بتيجي اللي قبل شوي حكينا عنها موقع حدوث الطفرة كمان مهم جدا اطراز الكروموسومي عدد الكروموسومات الكلي لهدولة الناس هلأ لو أنا إجيت للاستشارة الوراثية هون الاستشارة الوراثية موضوع يعني مهم جدا نعرف بماذا تفيد الاستشارة الوراثية الكشف عن احتمالية نقل الأمراض الوراثية مثل مرض التلسيمية فحص الأفراد الذين يشتبه في وجود متلازمة وراثية لديهم لتأكيد ذلك أو نفيهم ممكن أقول لك علل يتم فحص الأفراد الذين يشتبه بوجود متلازمة وراثية لديهم الإجابة لتأكيد ذلك أو نفيهم وثالث اشي من أهداف الأهداف أو مفائدة الاستشارة الوراثية تقديم النصح لدول الأشخاص المصابين بالاختلالات الوراثية كيف يتم تقديم النصح بتوضيح طبيعة الاختلال وكيف يتعامل معه المصابين فحص الأجنة في بداية الحمل علل لماذا يتم فحص الأجنة في بداية الحمل وذلك لتحديد الأجنة غير الطبيعية ويمكن فحص الأجنة بإحدى الطرقتين إما السائل الرهلي أو خملات الكوريون أذكر طرائق فحص الأجنة اللي هي فحص السائل الرهلي وفحص خملات الكوريون في عندي هنا المخطط هذا مهم كثير تركزوا عليه وتدوسوا طبعا خطوات فحص السائل الرهلي وخطوات فحص خملات الكوريون والمقارنة بينهم كثير مهم هلأ في عندي شكل ألف اللي هو فحص السائل الرهلي السائل الرهلي اللي هو السائل اللي موجود حوالين الجنين تمام وبه فحص خملات الكوريون هلأ السائل الرهلي فحص السائل الرهلي مهم جدا نعرف زمن أخذ العينة تأخذ العينة من السائل المحيط بالجنين عن طريق غرز إبرة طويلة وسحب السائل تمام؟ بنسحب أول خطوة هاي الخطوات خطوات فحص السائل الرهلي أولاً سحب عينة من السائل الرهلي بين الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر من الحمل واللي بكتب 14-16 هيك غلط لازم نكتب الأسبوعين بين الأسبوعين أو من الأسبوع الرابع عشر إلى الأسبوع لازم أحدد أنه هدو الأسبوع هاي أول خطوة الخطوة الثانية استخدام جهاز الطرد المركزي علل ليش أنا بستخدم جهاز الطرد المركزي لفصل خلايا الجنين يعني خلايا الجنين بتكون موجودة في السائل عشان أفصلهم بحطهم جهاز الطرد المركزي اللي بيفصل الخلايا الخلايا بتكون تحت بعدين الخطوة الثالثة بنأخذ الخلايا هاي بنعملها زراعة للخلايا الجنينية بعد بضعة أيام يتم الحصول على النتائج علل ليش أنا بحصل على النتائج بعد عدة أيام ليش بسبب عمل زراعة لخلايا الجنين تمام وبعدين على طول بعمل مخطط كروموسومي ومنقارن مقارنة المخطط الكروموسومي للجنين بمخطط كروموسومي طبيعي علل ليش أنا بقارن المخطط الكروموسومي لتحديد الخلال الوراثي إن وجد هاي خطوات السائل الرهلي واحد تنين تلات إذن أول شي بسحب عينة بين السبوعين الرابع عشر والسابس عشر بعدين بستخدم جهاز تغذي المركزي عشان أفصل خلايا الجنين وبعدين بأخذ خلايا الجنين وبزرعها وبعدين بعمل مقارنة المخطط الكروموسومي هاي العملية بتأخذ بضعة أيام لأنه يتم فيها زراعة الجنين عشان هيك طريقة طحص السائل الرهلي بتكون أكثر دقة وأكثر أمان وانتشار يعني دائما الدكاترة بلجأوا لهاي الطريقة السائل الرهلي لأنها أكثر دقة بتعطيني نتائج دقيقة ونتائج أكثر أمان وهي أكثر انتشار في الاستخدام لأنه بتكون دقيقة بسبب زراعة خلايا الجنين تمام هلأ نيجي للطريقة الثانية اللي هي فحص خملات الكوريون خملات الكوريون خطوتين فقط إنه بنسحب أول إشي من الخملات اللي هي عبارة عن ثنيات موجودة في المشيمة تمام خلايا بنسحب هاي الخلايا الموجودة في من المشيمة ما بين الأسبوعين الثامن والعاشر من الحمل تمام وبعدين بناخد الخلايا هايها بعد ما سحبناها هايها بنبوب سحبنا الخلايا بناخدهم إذن أذكر كمان مرة خطوات فحص خملات الكوريون أول إشي سحب عينة من خملات الكوريون ما بين الأسبوعين الثامن والعاشر من الحمل وبعدين على طول نعمل مخطط كروموسوم ونقارن بالمخطط للجنين بالمخطط الطبيعي حتى نشوف إذا في اختلال نوجد هيك أنا بكون مهم جدا لأنه أنا متوقع أو ممكن يجيك سؤال قارن بين فحص خملات الكوريون والسائل الرهلي من حيث وقت أخذ العين سرعة الحصول على النتائج الدقة والإيمان والانتجار هذا الحكي مهم لازم ناخده بعين الاعتبار بس في نقطة بدي أنوهلها أنه هون مثلا علل يلجأ الكثير من الأزواج إلى الاستشارة الوراثية الإجابة تجنبا لإنجاب أفراد يعانون من اختلالات وراثية طبعا ينشأ سجل النسب الوراثي لأفراد العائلة ويوصى بعمل فحوص مخبرية للزوجين وأقاربهم من درجة الأولى وبعد أن ينشأ سجل النسب تجرى الفحوص الدم لناقله مرض التلسيمية والأنيمية المنجلية لتوقع احتمالات ولادة أطفال مصابين باختلالات وراثية هذه الخطوات التي يقوم بإجراءها المستشار الوراثي حتى يفيد الزوجين بالاستشار الوراثي إذن أول إشي بينشأ سجل النسب الوراثي لأفراد العائلة وبعدين يوصي بعمل الفحوص المخبرية لزوجين والأقارب وبعد أن يعد سجل النسب تجرى فحوص الدم لناقله التلسيمية والأنيمية حتى يتوقع أن هذه العائلة ممكن أنها تجيب أطفال مصابين بالاختلال الوراثية أو لا وهيك اللي مكون كملنا خلصنا المكثف ويعطيكو ألف عائل